لكن الغريب في حسينياتنا مثلا في فضائياتنا إذا أراد المتحدث أن يتحدث عنهم عموما أو عنه صلوات الله وسلامه عليه غاية ما يريد أن يتحدث عنه هو إثبات إمامتهم لا أدري هل نحن نشك في إمامتهم حتى نكون بحاجة إلى إثبات إمامتهم هل نحن في شك أنتم لستم في شك صغاركم ومقباركم رجالا ونساء لستم في شك أنتم نحن لسنا في شك حتى نحتاج إلى إثبات إمامتهم أو إلى إثبات وجوده سيقول لي متحدق وتبقى هذه الكليشة صاعدة نازلة آيات محددة معينة طريقة استدلال معين تحضروني حادثة منقولة عن الميردامات من علماء الشيع المعروفين من علماء العصر الصفوي كانت عندها خادمة في البيت ترى أن الميردامات حينما يأتي إلى أحد الكتب التي يكتبها يستعد استعداداً خاصاً يتوضع يغير ثيابه يتعطر بينما بقية المشاغل الأخرى أو بقية الكتابات الأخرى لا يبدو علي هذا التغير والتبدل سألته قالت سيدنا ما الأمر لماذا أنت حينما تأتي لتكتب في هذه الزاوية قال هذا كتاب في إثبات وجود الله واحتراماً لهذه المسألة قالت أفي الله شك فاطر السماوات هو أيضاً ألغى الكتاب أفي الله شك أفي الحجة من الحسن شك أفي علي شك نحن بحاجة لأن نعرفهم لسنا بحاجة لأن نبحث في إثباتهم نحن متى شككنا فيهم حتى نحتاج للبحث في إثباتهم الشيعة محتاجون إلى معرفتهم